مرحبا يا ميت أهلا وسهلا فيكم يا أحلى متابعين وينما كنتوا عبت تابعوني إن شاء الله تكونوا بخير بأحسن أيامكم ويعطيكم ألف عفية وصفتنا لليوم بسوتلاج على الطريقة التركية أو رزب حليب على الطريقة التركية تابعوا معي نشوف طريقة التحضير والبقادير سوا في المرحلة الأولى في عندي كاسة ونصف من رز حبي أصيرة أنا ما غسلتها حتى أحافظ على النشاء الموجود في الرز رح ضيف فوق كاستين من المي أنا استخدمت ميت الحنفية مي بيردي وبعدين رح أحطها على الغاز على نار متوسطة مع التحريك المستبر رح أخليها تستوي نصف استواء لبينما تنشف المي عندي دعموا هاي الطريقة بتحضير رز بحليب رح تحصل على نكة كتير طيبة ومثل المحلات لتحضير رز بحليب أنا مفضل أنه الرز ما نغسله لحتى نحافظ على النشاء الموجود فيه لأنه كمية النشاء كلما كانت كتيرة كلما كانت أطيبة مثل ما قالت لكم رح أحطها على نار متوسطة مع التحريك بين كل فترة وفترة حتى ما يلزو الرز بأرضية الطنجرة عندي لأنه فيها نشاء كتير وهيك الرز صار عندي جاهز في المرحلة البعدة في عندي ثلاثة كيلو من الحليب أنا الحليب غليتها وبعدين رح أضيف الرز بفضل أنه أغلي الحليب حتى أتأكد أنه الحليب ما فرط عندي وبعدين رح أضيف الرز يلي سلقته وهيك رح أحرك الحليب كتير منيح لحتى يتجانس الرز مع الحليب بالخطوة اللي بعدها في عندي كاسة كبيرة من الحليب البارد أنا حطيت الحليب على طرف كاسة كبيرة حتى أدوب فيه النشاء أو فينا نستبدله بماء بارد كمان بصير رح أضيف خمس معالق الطعام من النشاء رح حرك النشاء بقلب الحليب وأتأكد أنه النشاء بكتير منيح بعد ما أتأكدت أنه النشاء بكتير منيح رح أضيفه فوق الحليب هون عندي الحليب على بغلة حطيت معورس رح أضيفه على مراحل شوي شوي لحتى يتجانس كله مع بعض مع التحريك المستمر بين كل فترة و فترة متل مواطه عليكم بالفيديو مجرد ما حطيت النشاء رح أحس أنه الحليب تقيل عندي شوي طبعا رح أحركه متل مواطه عليكم بالفيديو متل ما قالت لكم حبايبي رح نحركه بين كل فترة و فترة لأنه رسب حليب فيه كمية من النشاء فممكن نهبط و يلسو بأرضي الطنجرة هون رح نضيف السكر بالنسبة للسكر أنا حطيت كاستين كبار و نصف من السكر ممكن تحطوا أقل أو أكتر حسب نسبة الحلاوي اللي أنتو بتحبوها طبعا كمان رح نحرك كتير منيح لحتى يدوب السكر عندي أنا دقت الحليب فحسيت أنه كاستين و نصف بكفي وهيك بعد ما حركنا و دوبنا السكر فيه رح أتركه على الغاز تقريبا عشر دقاية طغلة و بعدين أطفيه حبايبي إذا كنتوا أول مرة عندي في القناة بتتمنى تشتركوا في القناة وتحطوا لايب وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد وتشاركوا أصدقائكم معكم لحتى هنين يستفيدوا كمان و آخر شي قبل ما أطفي الغاز رح أضيف صرف من الفانيلا وأحركه كتير منيح لحتى يدوب الفانيلا وهيك بكون سماكة الرز صارت عندي منيحة الفانيليا بيعطي نكهة كتير طيبة لرز الحليب حبايبي رسب حليب صار عندي جاهز رح أسكبوا بالفخرات وأورجيكم وهيك صار عندي جاهز للسكب أنا رح أسكبهم بالفخرات لحتى أحطهم بالفرن رح أحطهم بالفرن في الرف الوسط على درجة حرارة 150 رح أشغل من فوق بس لحتى يحمر من فوقه مثل تجاهز وشغل المحلات رح أورجيكم بآخر الفيديو رز الحليب يتقدم هو بارد كتير طيب خاصة هلا بالصيف وهيك الصينية صارت عندي جاهزة رح أسكب ماء مغلية بأرضيط الصينية لحتى ما تلزق الفخرات ودشف عندي رز الحليب ومتل بقيت لكم رح أحطها بس من 7 دقائق ل10 دقائق بالفرن وأشغل بس من فوق لحتى يتأمر بس مؤكتر وهيك حبايبي شكله بعد الفرن ونص الثاني زينته بشوية فستو كتير طيبة بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وحبيتوا طريقتي بالتقديم إذا حبيتوها لا تنسوا لايك والاشتراك وشكرا لحس المتابعة